حياكم الله جميع وسعد الله مساكم بكل خير معكم ركان العمري واخوي بسام الشبرمي أعضافي نادي جوغل للطلب المطورين تخصص الأمن السبراني تحرير الرقمي وإن شاء الله خلال هذه الورشة راح نقدم لكم معنا صانت روادة وشسبب ربطه العجيب في العالم الرقمي وأنواعه راح نذكر لكم كم نوع ورح نذكر برضو كيف اللي تصدي له أو كيف نعرف إنه في الكمبيوتر فيه حسن طروادة أو تروجن هورس أو اللي يعرفون الكثير بالبرمجيات الخبيثة بفضل أخوي بسام السلام عليكم طيب، ما هو المصد من تروجن هورس؟ قبل ما أبدأ أشرحه أبي أسمع منكم وش تعرفون عن تروجن هورس تاريخيا القصة أحد عارفة يشارك معنا بالشاتف إن شاء الله طبعاً أنا هو برمجيات الخبيثة يعني اللي يعتبر من نوع برمجيات الخبيثة فاللي عنده فكرة عنها يكتب صحيح ساخنة معركة صحيح بالضبط، أنه مستخدم الحصان صحيح صحيح بشرة صحيح باسم القصة باختصار أنه كان في حرب بين الجيش الغريقي وجيش مدينة طروادة فاستمر الحصار لمدة عشر سنوات الجيش الغريقي يحاول يغذي مدينة طروادة لكن فيها المحاولات فشلت ففكروا أنهم تقدمون الحصان الخشبي على أنه يعني دلالة على استسلامهم وقبلها مدينة طروادة قبلوا هذا الحصان لكن بمجرد ما أنتصر في الليل خرج جنود من الحصان الخشبي فتحها بواب المدينة وغزى الجيش الغريقي مدينة طروادة وكذا تكون سقطت مدينة طروادة الحصان هو كان سبب سبوط هذا المدينة طيب، وش التروجين؟ التروجين عبارة عن malicious code يظهر للمستخدم على أنه لكنه يتحكم في الجهاز مثال عليه مثلا بشكل عام التروجين يشتغل أنه مجرد ما تحب ثبته غرض تصميم بغض النظر كان داونلودر أو كان باكدور راح يبدأ يتسرر بطريقة نكسلا وطبعا عندنا نواع التروجين هورس عندنا نواع كثير لا تعدى ولا تحصى يعني في العالم الإنترنتي بشكل عام لكن الأكثر يعني شيوعا في العالم الإنترنت والهجمات عندنا الباكدور تروجين وعندنا داونلودر وعندنا الرانزموير الباكدور اللي هو باب خلفي النظام والداونلودر من اسمه داونلودر بس يحمل والرانزموير اللي هو الفايروس أو مالوير الفدية فعندنا أول واحدة اللي هو باكدور الباكدور اللي هو مثل ما قلنا بنا أكسس كامل الكمبيوتر أو السيستم يعطيك كل الصلاحيات للسيستم تقدر تسوي أي شيء طبعا في السيستم تقدر تحمل ملفات تقدر تسوي ابلود الملفات ترفع ملفات معينة للسيستم اللي أنت مهاجمة تقدر تسوي أشياء كثير بيكون عندك صلاحيات جدا كبيرة حتى الشل أو أوامر السيستم الثاني تقدر تخش عليه فهذا النوع من التروجنز إن شاء الله أنه راح نأخذ عليه لايف أتاك وروح نسوي عليه الديمو بإذن الله النوع الثاني اللي عندنا اللي هو الداونلودر الداونلودر باختصار فكرة أنك بمجرد ما تحمله وتبت على جهازك راح ينتظرك ليه ما تتصل بالنت بعدها يبدأ يحمل برامج في الغالب هذي البرامج تكون يعني مالوير والنوع الثالث اللي هو الرانسموير هذا النوع الرانسموير راح يسوي بلوك على جهازك ما تقدر توصل له وراح يخليك تضطر أنك تدفع للأتاكر مبلغ عشان يفك هذا التشوير طبعا حتى لو دفعت ما راح يفكر أشهر نوع على الرانسموير اللي هو الراك نيتروجن هذا النوع انتشار عام 2013 هذا النوع في خاصتين اللي هو الرانسموير و كربتو جاكر كربتو جاكر أنه يخلي جهازك يعدن للعملات الرقمية طيب كيف تدرك انه يجازك مصاب بالتروجن؟ أول سبب عندنا اللي هو إذا كان عندك بطء بدل تشغيل طبعا مو سبب رئيسي لأن احتمال تكون عندك برامج كثير تشتغل بدل تشغيل فهذا السبب الأول السبب الثاني اللي هو السلوب وبراوزنج أنك بطء في التصفح إذا شفت برامج أنت ما ثبتت على جهازك احتمال يكون هذا التروجن أيضا بالتصفح يمكن تلقى أيضا في التصفح تلقى النافذات المنباتقة هذه تطلع لك وآخر سبب اللي هو أنك راح تلقى استهلاك كبير بالرامج برضو عندكم كيف أن تمنع التاكس هذي لنا تجيك تروجن هورس الحصان ترواده بشكل عام مو بس تروجن هورس التمنع لا بشكل عام المالويري بشكل عام أو الفايروسات يعني كاملة فأهم شيء أنه دائم مهما كان يعني تحمل البرامج من مواقع الرسمية لأوفيشل سورسيز ما تحملها من أي مواقع غريبة أو مواقع غير موثوقة وتنتبه برضو الإكستنشنز حق المواقع ممكن تكون أنه على أساس أنه موقع رسمي بس مهم موقع رسمي فتحمل أنه يطلع مالوير أو يطلع تروجن وعندنا ثاني شيء برضو أنه ما تفتح إيميلات ما تعرفها أنت أبداً ولا تفتح مرفقات يعني زي الأيام هذه كثرة الإيميل ما تعرف أبداً يرسلك مرفقات فيها ملفات أو يقول مثلاً كشركة فلانية تحمل ملفات هذه تستوعب بدين أنه فيها مالوير وبرضو عندنا ثالث شيء اللي هو الاد بلوكر أو سكيور براوزر طبعا الاد بلوكر تقريباً أغلب الناس اللي حين يستعملونه على جوجل كروم أو أي نوع براوزر فإنه يمنع العلنات وعندنا ثاني شيء اللي هو سكيور براوزر مثلاً ما استعملت الاد بلوكر فالسكيور براوزر كيف يكون؟ يكون عندك برنامج الشيء يسمع حق الفيروسات الانتي فيروس بروغرام فيوفر لك اكستينشن أو إضافة معينة على البراوزر اللي هو المتصفح يعطيك حماية بحيث أن كل مرة راح تخش على موقع راح يعلمك أن الموقع هذا آمن ولا مبآمن فدايمن ينبهك من الشغلة حتى لو خشيت على موقع مبآمن أبداً فيعطيك التنبيتر يقول ترى مبآمن فلو بتخش بكل الموضوع على مسئلياتك التامة إحنا ما ندخل أبداً وعندنا برضو الـ Backup Your Files إن دائم كل فترة بشكل دوري تسوي Backup نسخة احتياطية لملفاتك قد ما تقدر تحاول أن تخلي الفترة هذه بسيطة جداً يعني كل شهر كل شهرين خاصة إذا كان عندك ملفات حساسة على الإجهاز وآخر شيء وأهم شيء تقريباً هو الأهم هو The Operating System تحدث النظام التشغيل عندك دائم دائم تنتبه للعدادات تشوف هل يطلب فيه تحديثات معينة لأن أغلب الخدمات هذه تطلب تحديثات فإذا حدثتها أنت فتكون يعني قفل ثغرة معينة فيها أو قفلت طريقة معينة إن تمنع الوصول حق المالوير والحين إن شاء الله راح نعطيكم تجربة مباشرة بين أتاكر وفكتم راح يكون فيه هجمة وسيناريو معين وقبل أن نبدأ الأتاك إن شاء الله أحب أقول بس أننا نخارجي المسؤولية التامة يعني ما لدينا أي صلاحية أبداً لو أحد استعمل أكواد هذه سونا الغرض التعليمي فقط يعني لأكثر والأقل وبرضو في نفس الوقت متعة وتجربة جديدة فبس خلوني أشغل ال Operating System وبرضو بغير النت بس عشان يكون مدي الاتصال كوي ترجمة نانجية وشاء الله ترجمة نانسي قد اشتركوا في القناة وشاء الله وشاء الله طيب مثل ما قلنا راح يكون عندنا اللي هو الاتاكر بنظام اللينكس وراح يكون عندنا الضحية أو الفيكتم بنظام الويندوز سيفن ففي سيناريو معين يعني على الشغلة اللي راح نسويها ولازم ننتبه لعدة نقاط أن الهكر أو الاتاكر اللي دايما بيسوي هجمات ما ينتبه للشغلة بشكل عام كتكنيكل لا ينتبه لشغلات غير التكنيكل كعواطف كمشاعر كاستغلال ثقتك بالشخص هذا بعض الحيان يكون الهكر هذا قريب للشخص فيستغله في أشياء كثير وغيرا عن كذا راح يصغل برضو الفيروولز اللي انت محمل برنامج حماية وانت محمل الشياء معينة فكيد راح يكون فيه استغلال كبير لها فإن شاء الله راح نستعمل اللي هو من جهة الاتاكر ومن جهة المهاجم راح نستعمل اللي هو المس فينوم تول تول معينة هذه راح تقدم لي أشياء كثير وصف هاي تقريبا تول اللي راح تسوي لي جنريت البيلود معي البيلود وش هو؟ البيلود هذا اللي هو البرنامج أو الشي كأنك تقول بوكس أو كأنك تقول حصان طروادة هذا الخشفي وداخله الجنود البيلود نفس الطريقة بالضبط فيعني كشكل هو برنامج طبيعي أو كأي برنامج ثاني لكن محتواه الداخلي برمديات خبيثة مرة فأنت تعطيه خصائص معينة تعطيه نوع البيلود الاتب تعطيه نوع السيستم الاتب تعطيه الانكودر كيف راح يتم التشفير وتعطيه تمبلت برضه تعطيه برنامج يتخفى داخله فله طرق كثيرة لكن أنا حاولت قد ما أقدر أن أسويه بشكل مبسط بحيث أنكم تفهمون أنت صورتها بشكل عام اللي هو تروجنهورس إن شاء الله فخلونا نكتب مثلا ناسف من غيرهم لست بيلود الآن راح تطلع لي اللي هو قائمة البيلودز اللي أقدر أختارها عندي أنواع كثيرة تقريبا 522 بيلود إذا ما خرد ظني تقدر تختار أي نوع تبغاه من حيث أن إيش وش الضحية اللي راح أن تستهدفها هل هو ويندوز هل هو لينكس أو اندرويد في أنظمة كثيرة جدا وش السيربس اللي راح تستهدفه بالضبط عندنا الهتشي تي بي عندنا التي سي بي عندنا بورتات كثيرة تقدر أن تستهدف للبيلود عن طريقها فحنا إن شاء الله راح نختار اللي هو الويندوز متر بريتر ريفيرس تي سي بي بعلمكم ليس اخترت أنا هذا الشي بالذات اللي هو هذا هو طيب الربيرس تي سي بي وش معنى الكلام هذا إنه بعطي أنا ضحية البرنامج مجرد أنه ما رح يروط على البرنامج رح يشوي connection back رح هو اللي يشبك عليه مو بنا اللي يشبك عليه ومعروف أصلا التروجن هورس أنه بيئة يشتغل من جهة الضحية يعني اللي يعطي الضحية البرنامج هذا ينتظر متى الضحية يشغله متى ما شغله رح على طول رح يشبك للأتاكر اللي هو المهاجم فحن مثل ما قلنا اخترنا الwindows متى البرتر reverse tcp فالحين رح نكتب إن شاء الله الكود كامل ورح أكمل لكم الباقي إن شاء الله أسهلوني أكتب لكم الكود طيب اختمنا نوع البيلود الحين نعطيه الهوست الهوست وش سالفته هذا بضغط الهوست اللي هو رح تعطيه الـ IP address حق الاتاكر عندنا الـ IP address حق الاتاكر الـ 172-2010-2 ليش؟ هذا اللي هو رح يكون فيه listening رح أستمع عن الـ IP هذا أو أستمع عن الـ متى ما جاء عليه connection أو request رح على طول أقبل وراح يكون عندي الـ connection كامل وبرضو رح نعطيه البرت المعين البرت يفضل إنك دائما تختار فوق الألف يعني هو عندك أي بورت تختاره لكن الأفضل دائما تختار فوق الألف فاخترنا 4444 والحين برضو رح نعطيه نوع الإنكودر الإنكودر اللي هو وش فائدة الإنكودر هذا؟ الحين بأعلمكم اللي نوع حقته لا فائدة طبعا الإنكودر البيلود هو مشكلة إنه الكود حقه ومحتوى برمجيات خبيثة فأنت تبغى شيء لبرامج مكافة الفيروسات إنه ما تصيد الشيء هذا ما تصيد إنه هذا برمجيات خبيثة فوش تسوي وش الحل بالضغط رح تعطيه إنكودر اللي هو مشفر اللي داخل محتوى البيلود هذا اللي داخل الصندوق اللي مثل ما قلنا فعندنا أنواع كثيرة جدا من الإنكودر عندنا تقريبا والله ما قدر يكمبسنا كثير ويعطيك الرانك حقه برضه هلو ممتاز هلو يعني مو مرة موباك الزود عندنا مثلا هذا اكسلنت هذا رح يسوي إنكودر عن طريق البيلود 64 عندنا برضه الثاني اللي هو رح يسوي لي إنكودر عن طريق الاكزور فراح نختار حلنا هذا إن شاء الله نتأكد بس إن ما يكون في غلط طيب أمورنا طيبة طيب أنت الآن سويت إنكودر مرة واحدة فالأفضل أنه دائما تعطيه اي تريشن أو عدد مرات إنكودر اللي هو عن طريق الاي فمثلا رح نعطيه 15 مرة رح يسوي إنكودر رح يسوي تشفير للبيلود ذات 15 مرة فعشان يصعب على برامج حماية الفيروسات أو حماية الأجهزة رح يصعب علينا تسيد البيلود هذا عطينا 15 مرة تشفير وعطينا نوع البيلود اللي هو reverse CCB وعطيناها الـ IV وعطيناه كل شيء واللحين ويش اللي علينا رح يسوي رح نعطيه فورمات معين إنه كيف رح يطلع للتروجن هذا وراح الساعة ماذا رح نطلع الـ Output على صيغة start PC اكتب الـ Extention الحين طبعا قال يسوي جنرات وغيرا عن كذا بوريكم برضا شغلة في الفورمات عندي فورمات كثيرة جدا عندي نوعين عندي إذا تبغاها عن طريق كود أو تبغاها عن طريقة executable فراح يوفر لك يعني مدى كبيرة وأتوقع الأداة هذه ما في أحد يستعمل الكال لينكس اللي هو يعرف الأداة هذه لأنه أداة قوية جدا فراح مثل ما تشوفون يوفر لي فورمات كثير يعطيني برضو باللغات اللي أبيها بايثن باورشيل برو 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 باستيكستي فور على حسب اللي يبي وعلى حسب اللي أنا أبغى طيب في مشكلة هنا بس المسافة طبعا هو أنا مجهز البرنامج من قبل بس حبيت أوريكم الكود كيف راح يتم الـ generate أو يتم صنع الفايروس هذا المالوير هذا ولا أنا مجهز أصلا في جهاز الضحية نفس عددات البرنامج طيب اللحظة أنا خلاص سوينا attempt to encode سوالة 15 encoding 15 مرة وحجم الملف 750 بايت في بعض الحيان يمجيك تسوي برضو أنه تعطيه البرنامج وتعطيه الـ الـ وش فايدة بالضبط تعطيه تمبلت معين بس المشكلة فيه أنه لازم تأخذ تمبلت هذا من البرنامج من الـ operating system حق الضحية تعطيه CMD تعطيه أي برنامج executable على حسب الـ output اللي أنت تبيه فيجي الـ payload هذي يتخفى داخل البرنامج فإذا وديت البرنامج هناك أبدا ما رح يظهر لنا برنامج يعني trojan horse أو له تمبل الطبيعي جدا مثلا CMD أو أي برنامج executable ثاني طيب الآن خلاص حين سوينا التrojan اللي علينا الحين من نروح للميتاس فريموورك طبعا هذي من أقوى أدوات الكالي لينكس توقع ما في أحد من التخصات الحاسب ما يعرف الأداة هذه لأنها جدا قوية وجدا فيها ثغرات كثيرة من طريقة يجب تستهدف أنظمة كثير فقبل لا تبدأ للميتاس لازم تشغل السيرفر ليو server SQL عشان يكون فيه connection وفيه listening server يعني ياخذ وقت شوي نكتب بروسي سمعين عن طريق هذا command أي command بالضغط اي بضبط اي انا واف انا قاعد تسوي executable file بالنسبة الخطوة الثانية في بعض احيان تحمل حاجة معينة لو تنصدم انه في حاجة تانية محملة مع هذا الشي اتبر هك او لا على حسب الشي ترى الموقع 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 ممكن اذا كان موقع رسمي فما توقع عليك خوف يعني واجد لكن بعض احيان يكون موقع 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 رسمي تحمل برنامج تشغل برنامج تستوعب انه في cmd طلع لك واختف cmd هنا في شي في الموضوع فافضل شي انك دائم على طول توجد تاخذ الجهاز تحول الى safe mode وراح تضبط امورك dash x راح تحط في اسم البرنامج اللي تري تشغل عليه dash x لازم تجيب البرنامج نفسه يعني عندي مثلا برنامج جديد نفس cnd بالضبط نفس خصائص ونفس كل شي لكن اللهم حشوة البرنامج نفسها فيها للبرمجيات الخبيطة هذه طيب حن بدأنا الحين لل meter subloid فيها تقريبا 2179 ثغرة او اختراق فيه اشياء كثير توفل الادا هذه فقبل ان نبدأ نروح للمولتي هندلر هذا راح يوفر لي listening اعطيه الIP المعين والبورت المعين عشان اقدر اسمع الكنيكشن اللي راح يجيني عليه show options اللاحظ ان عندنا البيلود عندنا البيلود اللي اخترناه حين قبل مثل ما تذكرون اللي هو الويندوز متر بريث الريفيرس تي سي بي البيلود اللي هناك نعطيه generic shell reverse فلازم نغيره فنعطيه set بيلود وبرضو راح نعطيه الهوست اللي برضو حين حطيناه في نفس التروجن لومي 72 20 10 2 ونعطيه نفس البورت البورت عندي جاهز الله من بس اللي عندنا اللي كان linux اسمه خالد طبعا هم يعني أخويا فجاء علي طالما من خالد حكم ان خالد عنده خبرة في المجال هذا قال ان عندي انا مشكلة في الكمبيوتر دائم يعلق علي دائم اعاني اشاكل كثيرة ما في اي سرعة عبدا مع عندي كويس عندي كويس فخالد استغل الثقة هذه واستغل ان علي جاء وثق فيه وجاء سأل عن مجال هذا هكذا الحين يضحك على الواحد بكم كلمة ومع الزمن ممكن انها توصل للابتزاز blackmailing وممكن توصل لطلب الفلوس طلب وموال يعني كثيرة عن طريقة اشياء بسيطة جدا وكلمات بسيطة جدا العاطفة استغل العاطفة الاكثر ولا قل فقال ابد اخذ البرنامج ده وحمله وهذا البرنامج ما اخذ من موقع موثوق بس الله منك اللي علي انك تشغله متى ما بدأت الكمبيت وتخلي عادي ما رح يضرك ولا ايشي ممكن علي صدق الموضوع هذا لكن في ناس ما رح يصدقون الموضوع ذات اللي بيكون في المجاهدة فوش رح يسوي طبعا الحين علي رح يشغل البرنامج بس خلونا الحين نسوي exploit لو نبدأ نستمع لو تلاحظون عندي تغير الكود هنا في linux تغير الكلام هنا يعني بدأ في الكون طبعا علي في نفس الوقت قاعد يقول ما في اي شي طلع لي يا بذن الله مني بس دخلت البرنامج بس عقل الباطني بيحس بنا ما شي اموره انه خلاص الكمبيوتر بصير سريع من الجهة الثانية الاتاكر خلاص اخذ الاتاكر كامل للجهاز لو تلاحظون عندي الابي حقه وعندي البرت اللي اخشيت عليه بالضبط مع الوقت مع كل شي وال session كامل عندي فالحين انا اعتبر كمتر بريتر ومتر بريتر يوفر لك اوامر linux داخل windows فهتقدر تسوي اللي تبي داخل windows باوامر linux ومثلا لو كتبنا ls طيب لو تلاحظون نوفر لكل البرامج اللي عندنا في النظام الضحية مثلا عندكم ملف no موجود ملف no برضو هنا عندكم ملف secret اذا مخضر اني موجود اي هذا عندكم وعير شارك عندكم كل شي فأنت مرح تستفيد من برامج هذه بشكل عام اللي نهائتها كذا لان هذه يعتبر اختصار فقط فأنت اللي يهمك مثلا ملفات او يهمك اشياء كثير تقدر ترجع حتى على ملفات system وتلعب فيها تقدر تسوي import malware ثاني تقدر تسوي اكثر من شغلة فمثلا خلونا نفتح ملف secret لو اللحظ ان انا فتحت ملف secret طيب ملف secret وش محتوى هو اصلا نفس المحتوى اللي عندي هنا فأنا تقريبا عندي الـ access اقدر اصوي اي شي ابغى وبرضو لو نتوجه الملف اللي هو directory no توجه نالا باللاحظ فيه ملفات مثلا الصورة هاي رح حملها download jbg حملنا الصورة شوف الصورة برضو نفس الصورة اللي هناك بالضبط لو نفتح ملف رح نلقى نفس الصورة موجودة عندي انا في النظام ولا يدري هذاك ابدا ولا عند اي خلفية عن الموضوع هذا وبرضو نفس الكلام تقدر تسوي لكات وتقدر تفتح يطلع لك نفس الكلام تقدر تفتح وتقدر تحمله وتقدر برضو تسوي upload الصورة معين عندك او برنامج اي كان تقدر تسوي upload هناك طيب الحين انا اللي عرفته ان عندي الاسس كامل اقدر اصوي upload اقدر اصوي download وش اقدر اصوي بعد تقدر تخش على الشل حق الويندوز نفس قبل اروح home i لا ماليش صبر اروح للشل لو تلاحظون انا اخشيت الحين الويندوز صاير كأن الكوماند اللي في الويندوز لو نكتب home i راح يطلع لنا فيروس مع العلم اني انا الروت اصلا في اللينكس فأنا الحين تقريبا دخل الويندوز اقدر اصوي اي شي اقدر اطفل اقدر احدث ملفات النظام system 32 اقدر اصوي برضو اشياء كثير ال قتوي ip حق ip config لا صبر بدون مسافة عندي الip حق عندي كل شي خص تقريبا الحين مثلا طيب اللي عرفنا انه عندي ال access عندي كل شي اقدر اصوي حتى shut down برضو اقدر اطفي computer واقدر برضو افتح لملف يعني مثلا افتح لملف خوف او اي كان او اني اعطيه رسالة مثلا اقول انا مبتزك وانا عندي ملفات لك فيها كده 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 eco from cali ونعطيه اسم الملف راح نلقاف الملف اللي كنا فيه اخر شي اللي هو النوع جا عنده نفس الملف بالضبط فانا اقدر اكتب لأي شي بغ واقدر برضو اطفي computer واقدر اصوي اي شي حرفيا عندي انا ال accessor كامل للضحية طيب الحين انا خلاص انا اخدت ال connection انا اجهز اضحية لو مثلا مثلا انا عارف الشغلات هذه كيف اعرف انه فعلا فيه تروجين عندي فالاهم ان الواحد دائما ينتبه ال task manager ينتبه ال traffic عنده ال network traffic لو نخش على task manager راح نلقى طيب حلو نكبر الشاشة راح نلقى ال applications مدري شويت بالضغط لكن انا قفل واعد مغطانيا او مدري شويت ايوه طيب نرجع مغطانيا رح راح نلاقي البرامج الشغال عندنا نلقى شويت طيب البرامج الشغال ما عندنا اي برنامج شغال فعندنا البروستسس برضه راح يظل عليك الخدمات اللي انت مشغلها اللي تاخذ من المماري وتاخذ من cpu طبعا في هذه من الكمبيوتر نفسه او الwindows نفسه راح نلاقي البرنامج اللي ما يعطينا راح نلاقي البرنامج راح تعرف اذا انت عن طريق البرنامج تبحث في google تشوف وش البرنامج ايش هذا بالضبط وبرضه في نفس الوقت تشوف النيتورك راح تلاحظ ال traffic اللي عن طريق البروستس خان نروح البروستس هاكر عشان نشوف النيتورك لو تلاحظون فاستر بي سي وعندي ريموت آدرس وما اخذ اللي هو البروست وتي وستبلش يعني ان الموضوع connection في connection والآي بي هذا لو انا اقدر اسوي يعني لو كون انا فهم في الشغل هذي ابا اقدر اشغل الى وين راح يوديني بالضبط فاش افضل حل دائم انه دائما check البروستس اللي عندك اي برنامج ومو مألوف عليك يعني البرامج النظام او ذا تسوي int task تخش safe mode تحاول انك تصيد البرنامج ذا وتصيد اذا كان فيه extensions له اكثر من extensions واللي واوريكم بس كيف راح اقفلة طيب عندنا الconnection لو تلاحبون على الاسار راح اسوي الى terminate انا كده قفلت الconnection هذا لو انا ايش لو اني انا فهم في الشغلة هذا اللي بقى راح اسوي طبعا غير عن كده راح اكون في safe mode وراح اسوي اللي هو قد ما اقدر خلي environment انه save يعني ما راح اقدر يضر الاراوتر اللي عندي انا نشوف الاسئلة حقتكم اقدر ادخل على حسابات الشخصية من الكمبيوتر ايه نعم تقدر تخش اذا تعرف الاوامر المعينة وال path اللي هو الطرق اللي توديك الملفات الكوكز حقت المتصفح تقدر تاخذ الكوكز تقدر برضو تفكه وتاخذ حساباته to get an access to the system files and get secret information to blackmail and a door يس نوع صح كي صار عندي باكدور ايه بالضبط يا سلطان ما ادر انتوي اشوف الشات طيب اتمنى ان كل شيء كان واضح معكم من ناحية العملي هل في اي سؤال من ناحية العملي من ناحية الاكواد اللي انا كتبتها والاكواد ان شاء الله راح ارفعها بذن الله كdocumentation في تويتر بذن الله وكان اقدر اخلي البرنامج يكون ستارتاب يعني اول ما يشغل الجهاز يشطل على طول ايه نعم تقدر بالضبط في تروجينز معينة تقدر تحط الستارتاب فيها مجرد ان اما يشغل البرنامج اما يشغل الويندوز راح يبدأ فيها التروجين على طول وهذا تقريبا يعني من اقوى نوع تروجين هذا اللي ما تقدر تسيد ابدا ولا تقدر تعرف بالضبط لانها دايما يكون على تمبلة معين من نفس الخدمات النظام ايه بالضبط برضه الشي كويس ان الواحد يجربه عنده باللينكس سلطان و اهم شي لازم يكون عنده الانفايرمنت او البيئة امنة و قد ما يقدر انه يحاول انه ما يضر نفسه او يضر احد غيره يجربها بين نظام اللينكس و نظام ويندوز ثاني يكون عنده استرفع من الفيديو عشان اطبق ليسوتي نعم يا نواف راح نرفع و راح نرفع ان شاء الله الكود على تويتر بذن الله الله يعافيكم و اتمنى ان كل شي كان واضح اذا فيه اي سؤال من ناحية الجزء العمري او النظري ابد اسألونا الحين او اسألونا في تويتر وهذا حساب النادي الله يعافيكم اتمنى ان كل شي كان واضح بذن الله يعني الله يعافيكم يعاطيكم العافية على الاستماع و ان شاء الله انه كنا خفيفين عليكم و افدناكم قد ما نقدر مع ان الموضوع كبير جدا انه ترى متشعب بشكل كبير لكن حاولنا ناخد شي بسيط نشرح لكم بس الفائدة نشرح لكم كيف انه موضوع من البساطة هذي حتى البساطة فيه خطير يعني مو بشي سهل ابدا وليست هين في عبد ف الاندكم رابط التحضير والتقييم الله عافية ايه بالضبط لازم يكون عندك اكثر من relatively hard كيف ممكن استدير طيب صراحة المجال هذا يكون اكثر تجربةask خبرة شخصية الواحد لازم هو اللي بنفسي يروح يطور لازم يشوف في اليوتيوب فيه ريسورس كثيرة في اليوتيوب فيه اتوقع واحد اسمها والله اني ما ادري ان سيت اسمها بالضبط نتورك شنك نتورك شنك ريسورس هذا مرة كويس يعلمك على اشياء كثيرة من ناحية الاختراقات يفتح عقلك اكثر يخليك فاهم في الاختراقات اكثر انه مو اي شي انه تخترق الجهازه بس لا رح يكون في عواقب كثيرة لازم ان تنتقل عواقب هذي ايضا بالنسبة للمتسبلويت فيه اكتاب كامل يشرحه بالكامل راح انشاركه معكم اليوم ان شاء الله باذن الله طيب هل في اسئلة اخيرة قبل انقفل الله يعافيكم وشكر لكم على الاستماع وان شاء الله نافدناكم وكنا خفيفين عليكم ان شاء الله ويعطيكم العافية وهم شي لا تنسون الحضور رابط الحضور في الشات وذي حساباتنا برضو تويتر اللي عنده اي سؤال ولا اي شي تفضل تويتر وذا حساب النادي فالحساب النادي ان شاء الله راح ننزل الورشات القادمة وبرضو راح ننزل اللي هو الورشات اللي قبل راح تلقى فيها الرابط الحق اليتيوب ان شاء الله اشتركوا في القناة